اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تخدم القوى العاملة الوطنية وتساعد على ادماجها في سوق العمل لدينا بمعدل معرض شامل كل شهر وكل مرة نستهدف منطقة او قرية او مجموعة قرى معينة لنقيم فيها المعرض وندعو جميع السكان وفي القرى المجاورة ايضا للاستفادة من الفرص العامة للمتاحة افتتح وكيل وزارة صناعة وتجارة والسياحة لشؤون التجارة المهندس نادر المؤيد مع ايضا اليوم العالمي للتقييس ويقام اليوم العالمي للتقييس هذه السنة تحت شعار المواصفات تجعل المدن اكثر ذكاء والذي تنظمه ادارة المواصفات والمقييس في مرفأ البحرين المالي من جانبه اكد المؤيد حرص الوزارة على المشاركة مع دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من كل شهر اكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس منظمة الدولية للتقييس الايزو التي تم انشاؤها في عام 1947 كما اكد المؤيد بان اليوم العالمي للتقييس يبرز دور المواصفات في انشاء المدن التي توفر الحياة الميسرة للمواطنين من خلال تطبيق الحلول الذكية لبيئة نظيفة ومستدامة يوم التقييس العالمي كل سنة المنظمات الثلاث المعروفة في التقييس تصدر ثيم او الشعار وهذه السنة المواصفات تعمل على جعل المدن اكثر ذكاء لان المواصفات هي اللغة المشتركة تدخل في كل مناحي الحياة فلما تكون الانظمة مثلا ذكية شلون تكون انظمة المرور تتوافق مع انظمة الشوارع مع انظمة المباني الخضراء اللي تقلل من استهلاك الطاقة فكل هذا يعتبر مدن ذكية فاليوم احنا حابين ان احنا نحيي هذا اليوم اوكي انه للتوعية اساسا انه شنو دور المواصفات في الحياة اكد عدد من المشاركين بالجناح الوطني البحريني في معرض جاي تيكس التقنية على الدور الكبير الذي يلعبه صندوق العمل التمكين في دعم مختلف المشاريع التنموية في مملكة البحرين مشيرين بالنجاح الذي حققه الجناح ليس بسبب زيادة عدد العرضين وتوسعة مساحة العرض الى اكثر من 30% عن العام الماضي وانما بسبب تنوع وغنى الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات البحرينية العرضة وقدرتها التنافسية في السوق الخليجي هذه الثاني سنة طبعا بدعم من تمكين احنا شاركنا في معرض جاي تيكس من عشر سنوات مسبقا بس بدعم من تمكين وبالتنظيم اللي قاعدة تسوي تمكين طبعا قاعدين نحصل على فوائد جدا ممتازة اللياءوت مال البوث اللي موجودين في البحرين طبعا يمثل الكلتشر والثقافة اللي موجودين في البحرين وكان من اروع الدزاين اللي شفناه حاليا في جاي تيكس معرض كان ناجح واحنا نقدم خدمات اللي هو طباعة يعني عندنا ألة تصوير تشيبة نحن كلا تشيبة ألة تصوير وكاردكس وهو وصوفتوير لالتشيبة يعني لألة تصوير تشيبة والآن نتابعوا أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواشط نشر الاقتصادية ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعاقداتي هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الخضاء ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بتراجع بنسبة نقطتين فاصلة خمسة عشر بالمئة نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة عشرين نقطة مئوية وأغلقت عند مستوى ستة الاف وستمائة وستين وعشرين نقطة وذلك لقوة أداء مؤشر قطاعي الاتصالات وأيضاً الطاقة ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق بارتفاع بنقطة تقريباً مئوية واحدة وأغلق عند مستوى أربعة ألاف وخمسمائة وأربعة عشرة نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمارات وأيضاً الخدمات المالية فيما سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً أيضاً بنسبة ثمانية عشر النقطة المئوية وأغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وستمائة وسبع وثلاثين نقطة ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وأيضاً البنوك في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.17% وأغلق عند مستوى 521 نقطة متأثراً بانخفاض مؤشر قطاعي الهندسة وأيضاً البنوك أما بالنسبة لبورصة المحلية ومشاهدين فقد ارتفعت البورصة وأغلق عند مستوى 1274 نقطة بارتفاع نسبته ربع نقطة مئوية وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وأيضاً قطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.749.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 511.000 دينار تم تنفيذها من خلال 69 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 46% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر